نزاك أبو حميد. الحمد لله. ببراكي. كل دوله. نزاك كريم. نزاك أبو الإسلام. كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. خارج خارطة الطريق إحمد لغاية المعسكر. طبعاً النادي الأهلي بيستعد دلوقتي في الفترة الحالية. الوقتي فيه أغلب اللعيبة. طبعاً كل اللعيبة واخدار راحة. والفترة دي فترة مهمة أن اللعيبة. إحنا بقلنا فترة طويلة اللعيبة مخدتش راحة. فديه حاجة مهمة جداً. الجزء الثاني أن النادي دلوقتي يشغل على عمل. ما فيش حاجة اسمها أن النادي الأهلي مش هيعمل صفقات أو النادي مش هيجيب صفقات. لا النادي الأهلي هيعمل صفقات وبيجهز في الفترة الحالية لصفقات هتبقى قوية. بس يا جماعة الصفقات مش بالكام. يعني الصفقات مش بالكام. الصفقات بالكيف. يعني إنت بتشوف المراكز اللي إنت محتاجها. هل فيه لعيبة بره إنت هتبقى مثلاً إضافة للفرقة؟ أكيد طبعاً فيه لعيبة أعتقد أن النادي الأهلي شغال على ملف اللاعبين الأفارقة بكوة. الأجانب يعني حتة الأجانب ديات النادي الأهلي شغال عليها. أعتقد أن احنا هنشوف يعني ممكن اثنين لعيبة أو أو ثلاثة كمان لعيبة ممكن يكونوا إضافة. إضافة بشكل قوي جداً في حتة الأفارقة. هيفرقوا بشكل كبير. برضو هنشوف لعيبة مصريين. النادي الأهلي خلص صفقات يعني وهيتم الإعلان عليها في الأيام اللي جاية يعني إن شاء الله. تقول الكلام ده لأن الناس مطلعيني إن أنا بقول إن ما فيش صفقات. أنا بقول يا جماعة دي وجهة نظر إحنا بنقولها إن الصفقات مش لازم أعمل تلاتين صفقة علشان أنا أنا النادي الأهلي. والشطارة الشطارة كمان يا كابتن إسلام في السرية. الوقتي الناس اللي كانت بتنطاقت زمان. الوقتي أنت ما تعرفش اسم المدير الفني الغاية دلوقتي كل الناس عملها كل شوية تسمع سربي ألماني. دلوقتي السربي مش عارف إيه من ساعة ألماني مش عارف إيه نمساوي أول إمبارع كان الألماني أول أول إمبارع كان السويسري كده يعني. فأنت كل يوم كل يوم الشطارة في السرية والنادي الأهلي طول عمره شطارته في كده إن إنت مش عارف إن إنت المدير الفني كل شوية نسمع المدير فني. فننتظر الإعلان الرسمي يعني الحاجة الثانية الصفقات. أنا بقول لها بالنسبة يعني خلاص النادي الأهلي خلص صفقات. وهيتم الإعلان عنها الفترة الجاية صفقات قوية وشغلين على ملف كمان اللعيبة الأفارقة بقوة. نشوف صفقات إن شاء الله قوية في الحتة دي. أنا ما عندك فكرة الحقيقة. أنا بقول لها إن شاء الله يعني أكيد عندك فكرة يعني. لا أنا معرف. أنا معرف حاجة عام. أنا أتفضل. الفكرة كمان إن فيه الوقتي برضو عشان الناس بس تتطمن. إحنا عندنا لغاية يوم خمستاشر تسعة القيد الأفريقي. يعني الصفقات الجديدة اللي هتجيبها دي. هتأيدها يوم خمستاشر لغاية خمستاشر تسعة. فإحنا معنا النهاردة خمسة وستة. بتتكلم لسه قدامك تسعة أيام أو عشر تيام في الرنج ده. في خلال التسعة أيام أو العشر تيام دول هتلاقي الصفقات كلها تم الإعلان عنها. هتلاقي المدير الفني جيه. خاصة كمان إن احنا دخلين على معسكر في هولندا. المعسكر ده من يوم تمنتاشر تسعة لثمانية وعشر تيام. معمول في مدينة إندهوفن. هيتخلله مباراة ودية. المباراة اللي تم تحديدها خلاص إندهوفن. لسه ممكن فيه مباراة تانية مع القمار أو فرقة تانية. بس اللي تم. بكرة أنا جايب أعمل شوية فيديوهات كده من المعسكر اللي هناك. وأعمل فيها شغل لطيف. يعني بكرة نزحل الجمهور الناد الأهلي. المعسكر شكله عامل إزاي. والأمور ماشي إزاي. واللي حيحصل كل حاجة. في هولندا فأعتقد إن فترة المعسكر دي. مع تواجد الصفقات. مع تواجد اللعيب. أخلي بالحضر برضو. إن إحنا عندنا قوام. يعني الصفقات مش بالكام. مش بالكام. مش إن أنا روح أجيب حارس مرمى. وثلاث مدافعين. وثلاث مش عارق. يا جماعة هي مش كده. أكمل نقطة. هي مثلا. هقول لحضرك مثلا على مركز معين. مركز لعبة الارتكاز. إحنا عندنا مين؟ حمدي فاتحي. السلية. ديانج. أكرم توفيق. محمد محمود. محمد محمود. وأحمد نبيل كوكا. إنت عندك ستة. لو إنت شفت. إنت لأي لعاب حييجي من مصر. حيبقى بديل للعابة دي. بديل للستة؟ بديل لحمدي فاتحي والسلية. وديانج. مفيش حد في مصر يقعد حمدي فاتحي والسلية وديانج. تحديدا. ولا محمد محمود. ولا محمد محمود. ولا محمد محمود. والصاعد بالنسبة لهم البديل اللي صاعد أحمد نبيل كوكا. فإنت حتى لو جبت أي حد في المركز ده. أعتقد أن المركز ده متغطي كويس جدا. مركز المدافعين متغطي بشكل كوي. النادي الأهلي محتاج إيه؟ محتاج اتنين أجنحة. وجهة نظر الفناء. إن النادي الأهلي محتاج اتنين أجنحة. تقال أو ثلاثة كمان يصنعوا الفارق. وده اللي النادي الأهلي يشغل عليه. تلاتة هتجيبهم منين. تلاتة هتليك اتنين أفارقة بس. لا مصري. ممكن يبقى فيه واحد مصري. ممكن يبقى فيه واحد مصري في الحتة دي. أعتقد أنت مش محتاج أن أنت تجيب 12. عايز تقوي هجومك. بس لا لا هي فكرة الهجوم. أنت محتاج اتنين قدام أجنحة ومحتاج راس حربة. برضو إضافة مع الفرقة. لكن أنت كقوان فرقة. يعني حراسة المرمى مثلا الشناوي. في الأولمبي كمان. وعندك مصطفى مخلوف في 2003. عندك حراسة المرمى متغطية. عندك الدفاع سواء لعبت باثنين. أو المدرب الجيد هلعب بثلاثة. الدفاع عندك مين؟ ياسر إبراهيم. محمد عبد المنعم. أيمن أشرف. مين كمان؟ ياسر إبراهيم ومورامي ربيعة. تمام؟ ده الدفاع برضو متغطي بشكل كويس. ومتولي. وممكن عودة في احتمالية لعودة محمد مغربي. يبقى أنت كده مغطي الحتة دي. يعني مغطي مركز الدفاع بشكل كويس. ومغربي برضو أيمن أشرف بيلعبه في الباكليفت. علي معلول بديله أيمن أشرف. وعندك محمد أشرف. نحية اليمين أكرم توفيق محمد هاني فؤاد. عندك ثلاث لعيبة نحية اليمين. وكريم يقدر يلعب النحيتين. وكريم يلعب النحيتين كمان. خلينا نتكلم برضو من المركز الأساسي. يعني أنه عشان برضو يبقى الحاجة الأساسية قوي. كريم فؤاد. أكرم توفيق. محمد هاني. رجل ده بركات مرة لعب باكليفت. كامل. بس كامل عشان دي لقطة مهمة كامل. وإحمد فتحي برضو بيلعب باكليفت. وإحمد لعب بس ده لعب ماتش كده. وإكررهاش تاني. حتة الارتكاز. السلية. حمدي فتحي. ديانج. محمد محمود. كوكا. أحمد وإحمد نبيل كوكا برضو بيلعب باكليفت. وعندك برضو رقفة خليل في الحتة دي بيلعب باكليفت. وبيلعب جناح. كل ده في الأماكن دي. تعال اللي قدام صنع الألعاب. عندك أفشة. لو هتلعب بالأربعة اتنين ثلاثة واحد. عندك أفشة وعندك أحمد عبدالقادر. وأحمد عبدالقادر برضو بيتواجد على الأطراف. ومحمد محمود بيلعبها برضو. الأطراف عندك طاهر محمد طاهر. حسين الشحاد. بيرسي تاو. مين كمان يا جماعة؟ بيرسي تاو طاهر محمد طاهر وحسين الشحاد. دول موجودين. وحيبقى فيه. دول الأربعة. وحيتم التدعيم بقى عليهم. أكيد هيبقى فيه تدعيم في الحتة دي باتنين مثلا. في أجنحة. وعندك بقى رأس الحربة. محمد شريف. واحد كمان. اللي هو ممكن يكون متواجد. حسام حسن. صلاح مص. دول اللي هم متواجدين حاليا. مع الصفقات الجديدة اللي هتخش في الحتة الأمية. وبقى أنت عندك قام فرقة. قام فريق محترم.